لم تطلق تسمية الدولة المارقة على إيران من عبث فالكثيرون يرون سياستها في الشرق الأوسط فضلاً عن برنامجها النووي دافعاً لاعتبار هذا الوصف من نافلة القول بحقها ولعل الدول التي لم تكتوي بنار النظام الإيراني بدأت تستشعر عقم المفاوضات معه سيما تلك المتعلقة بالبرنامج النووي في فييانا بعد عدة جولات تلاشت الآمال بالعودة للاتفاق النووي الذي وقع بين الغرب وإيران في عام 2015 وألغاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فالغموض بدأ مصير المباحثات التي لم يحدد لها موعد حتى الآن بعد تأجيل إيراني بحجة انتقال السلطة التنفيذية فيها من حسن روحاني إلى الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي طهران تتحفظ على شمول المفاوضات برنامجها الصاروخي إذ تتهم واشنطن باستغلال محادثات فييانا للتفاوض حول سياستها الإقليمية والصاروخية بل ذهب المرشد علي خامنئي للقول إن رهان روحاني وحكومته على الغرب والتفاوض مع واشنطن قد فشل عضو فريق إيران المفاوض في فيينا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي قال إن حديث واشنطن والدول الأوروبية عن شرط خفض التوترات واتخاذ إجراءات بناءة الثقة في المنطقة يتعارض بشكل سافر مع أهداف وأجندة مباحثات فييانا مبينا أن بلاده لم تسمح بجعل مفاوضات فييانا جسرا لمناقشة الوضع الإقليمي أو البرنامج الصاروخي في الجهة المقابلة أخذت الأطراف الأمريكية والأوروبية تطلق تحذيرات لإيران لحثها على العودة إلى طاولة التفاوض مع حديثها عن أن موعد التفاوض ليس مفتوحا إلى ما لا نهاية ما يجعل الأمر برمته على المحك دبلوماسيون غربيون أطلقوا تحذيرات من انهيار المفاوضات والوصول إلى نقطة لا عودة لأن برنامج إيران النووي سيكون قد تقدم إلى مرحلة تمكنها من صنع قنبلة نووية عندها فقط قد تصل الأطراف إلى المسافة صفر